موسيقى الازمة السورية تلقي بظلالها على البلدان والدول المجاورة فمن رغم من الاوضاع السياسية المضطربة في مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان الا ان هذه الاوضاع لم تمنع قاتلي المنطقة من ممارسة العادات المتوارثة في الشهر الفضيل والمتمثلة بالانشاد الصوفي والمشاركة في عملية تزيين وتنظيف الاحياء والجوامع يوميا المزيد من التفاصيل في التقرير التالي في مدينة طرابلس اللبنانية لا يزال قسما كبير من السكان يحافظون على الكثير من العادات والتقاليد التي كان اسلافهم يمارسونها خلال شهر رمضان حيث يفرض ايقاع هذا شهر نفسه بقوة على سكان الاحياء الشعبية والاثرية منها على وجه القصوص ايقاع الحياة في طرابلس اثناء رمضان يبدو هادئا في اوقات النهار فالاسواق في وسط المدينة تبدو خالية من روادها بستناء الاحياء الشعبية اما الاضطرابات الامنية التي ما تزال تعيشها طرابلس وحالة الترقب لدى سكانها تخيم على الاجواء والطقوس الرمضانية فالزينة هذه السنة غابت حتى من الطرقات الرئيسية ولا حفلات السمر تراثية ليلية في مطاعمها الحديثة فقت الفرق الصوفية واخرى تابعة لجمعيات اسلامية تجوب الاحياء وتنظم حلاقات الذكر والحفلات الدينية ابو محمد لا يزال رغم كبرى سنه يختزن في ذاكرته الكثير من العادة والتقاليد التي توارث الكثير منها من حقبة الدولة العثمانية كجلسات الانشاد الصوفية او المشاركة في عملية تزيين وتنظيف الاحياء والجوامع يوميا اجواء ترابلس الرمضانية لا تنقص ولا تضعف لانها من صميم تكوين بنية اهلها وفي نفوس اهلها جميعا رمضان عندما يأتي هو موسم ينشر عبقه على كل ابناء ترابلس فعفويا يتفاعلون مع هذا الشهر الكريم ويعيشون اجواءه بكل ما يلزم من روحانيات ومن تآخي ومن تآلف ورغم الوضع الاقتصادي المتردي والوضع الامني المضطرب واختلاف التقوص على امتداد الزمن الا ان اهالي المنطقة تحدوا ظروفهم ورفعوا زينة رمضان في بعض الاحياء وانتشرت في الشوارع القديمة بسطاط لبيع ما لذ وطاب من الكعكي والحلويات والعصائر اشتركوا في القناة